ماذا اسم التسبيح عن التسبيح عن الركور والسجود؟ الأقل هو الأولى الثلاث نسأل الأقل قالوا تسبيح واحدة الأقل هو أقل ثمان ثلاث وأما كن يزيد هذا أفضل يستكتر من ذلك ويطيل إذا صلى وحده صنة فريضة هناك يطيل أفضل لو أسكى عند رب وهذا فإن كان المسجد يقول القلقات وهمه مسجد أما إذا كان إماما فإذا رأي حالة المأمومين إذا كانوا يؤثرون تطويل طويل إذا كان ليأتوا التطويل أول مسجد يقرر بناس يؤثرون الناس لا يؤثرون فإنه يصل بهم صلاة لا تجعلهم يسأمون ويملون ولا ينقضوا نقرى الغرار ولا ينقرى الغرار يصلي صلاة لا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة لأحوال المؤمنين أما كان لسانه يسرح ويسارح في الصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور السماوات والأراضيين لا بد الصلاة قربة لرب العالمين لا بد أن تكون القربة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ذات فيها خشوع فيها خضوع فأنساً لو يريده هدية لملك من الملوك يجيل الشاتة مريضة شاتة مريضة ماذا يصنع به؟ هل يعتبر هو أن هذا التنقص وأنه لعدم غير مبلاء ما يبقى لهذا؟ وربما يبضج به يبضج به وقاب رب العالمين يجب تدير صلاة كلها ساو كلها غبلا كلها ما فيها خشوع ما فيها طمأنينة فيلتجوا إلى اللي رب عنها للصلاة فيها صلاة غير موافقة لما أمرت الله به أقل تقديد يستحي من رب جل وعلا استحي من ربه ولا من العبودية يقول ابن القيم كثير من الناس يغفر عن عبودية الحياة من رب العالمين يستحي منها المخلوق لكن لا استحي من الله ابن القيم وطالع عن هذه العبودية وأنصح تنطلع عن بمراجعة ما ذكر ابن القيم في بداية الجسة التي هي في الحياة من الرب هذا باب عظيم لأن الإنسان تأمل وطبقه في حقيقة يحقق مقاما عظيما من مقام العبودية لله جل وعلا يجمع بين ذكرير الشر نعم نعم تجمع بين ذكرير وثلاثة واربعة يقول صلى الله عليه وسلم أمر ركوع تعظم في الرب هذا تعظيم للرب جل وعلا ولا وردناه أصلا ولا ورغ أن النفس الذكر يلازم فيها معينة لما أرد أنه قال كذا أعزم له لازمة أن تقلق سبحانه ربي العظيم سبو قدوس اللهم مغفر لي اللهم لك ركعت بكم أنت ولك أسلمت خشارك سامعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كل هذا هذا السحح لك أن تقول جميعا إذا طال أو في قيام الليل ولك أن تقول بعضها حينما ترى كل جانزة سأل ترجمة نانسي قنقر